بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد تستعد ولاية ماسكر في نهاية الشهر الحالي لتسلم ملعب السيك الجديد بصفة رسمية وللتذكير فالملعب يقع في مدينة السيك وهو قريب من ولاية وهران وهذا من أجل أن يكون مستغل في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في وهران سنة 2022 حيث بقيت ردوشات صغيرة في الملعب هي تشرف على الانتهاء خاصة من ناحية العشب الطبيعي للملعب والذي لم يكن جاهز منذ أكثر من ثلاثة أشهر لكن تم إعادة تجديد أرضية الملعب ذات العشب الطبيعي من طرف المؤسسة الخاصة التي سابقة وانتكفلت بها من خلال العقد الذي ينص على ضمان سيانة مجانا لمدة سنتين وتم الانتهاء من أشغال تغطية الملعب بنسبة 100% تقيت فقط تركيب الإنارة للملعب والتي يتم حاليا اختيار نوعية الإنارة التي سيتم استعمالها بداخله وكذلك تتم حاليا الأشغال في الواجهة الخارجة للملعب والتي تشهد وطيرة سريعة في الأشغال حيث ستكون جاهزة مع نهاية شهر ديسمبر وموعد التسليم أما عن الملعب الملحق والمخصص لألعاب القوى وكذلك ملعب التدريبات فقد اكتملت كل الأشغال فيه وهو جاهز بصفة رسمية للتسليم من طرف الشركة المكلفة بالإنجاز وللتذكير فإن إنجاز الملعب تم من طرف شركة وطنية وتكلفة الإنجاز لم تتجاوز 25 مليار سنتيم أي حوالي 8 مليون أورو وهذا يعد بالشيء الرائع وسيكون ملعب السيك الجديد أول ملعب يتم تسلمه في الجزائر بالنسبة للملعب الجديدة التي تبنى حاليا في الجزائر بالرغم من أن الملعب صغير إلا أنه يعد ملعب بمواصفات جميلة خاصة وأنه سيكون ملك لفريق هلال السيك والملعب سيكون مغطى بالكامل والمدرجات بكامل الكراسي تمنى أن يتم تعميم هكذا ملعب في الجزائر عيث أنها لا تكلف الكثير ويمكن إنجازها فقط من طرف الشركات الوطنية هذا ما أردنا تقديمه لكم عن ملعب السيك الجديد لكرة القدم والذي سيسلم في نهاية السنة الحالية وبالضبط في نهاية شهر ديسمبر الحالي في الأخير إخواني إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على لايك ودعمنا لتقديم المزيد إلى اللقاء